أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن الانتخابات الرئاسية ستقام تحت إشراف قضائي كامل ومراقبين دوليين ومحليين وقال مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات المستشار أحمد بن داري قال إن الهيئة لن تتهاون في اتخاذ كافة الإجراءات لكل من يحاول التشتيك في عمل الهيئة أو في الانتخابات لقد تابعت الهيئة الوطنية ما تم تناوله خلال الفترة السابقة من محاولات البعض التشكيك في نزاهة العملية الانتخابية قبل الإعلان عن الجدول الزمني الانتخابي وإذن نؤكد أن الهيئة لن تتهاون بأي شكل من الأشكال في اتخاذ كافة الإجراءات وتطبيق أحكام القانون تجاه أي شخص أو مؤسسة تحاول أن تشكك في شفافية ونزاهة عمل الهيئة الوطنية للانتخابات كما لن تسمح الهيئة بأي أشكال من أشكال التجاوز أو التطاول وسيتم اتخاذ الإجراءات التي كافة لها القانون ضد كل من يحاول تشويه ذلك العرص الديمقراطي